بسم الله الرحمن الرحيم قوة اللبس، الصحفيين، الإعلاميين، الجمهور كانت حاجة جميلة جداً 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 طوال هذا الشهر شهر بالكامل كان فيه كل الأمور التنظيمية والإدارية ماشية بشكل جيد جداً 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 بسناق بعض الحاجات هتكلم فيها مع حضراتكم هو ده النجاح هو ده النجاح يعني إيه نجاح؟ يعني أن أنت تعمل حاجة على قد ما تقدر على أكمل وجه ما فيش حاجة طبعاً بتخلص على أكمل وجه ولكن أن يكون هناك تنظيم لبطولة كاس الأم الأفريقية بهذا الشكل وبهذا المستوى وبهذه الملاعب الرائعة وبهذا التنظيم الرائع جوه الملعب وبرى الملعب ودخول الجمهور وخروج الجمهور وزي ما حضراتكم شايفين الجمهور ابتدى يبقى أكتر وأكتر خلال أدوار أخيرة وبالتالي كان هناك تنظيماً رائعاً من كل من عليهم التنظيم خلال هذه الفترة الفشل ما حدث مع منتخبنا الوطن هو ده الفرق ما بين يعني حضراتكم شفتوا في أثناء كأس الأمم الأفريقية الفارق الكبير ما بين النجاح والفشل النجاح شفتوه خلال شهر أو أقل من شهر شوية حصلت كل حاجة جيدة جداً الفشل هو ما حدث مع منتخبنا الوطني وأي حد حيقول أي كلام تاني أصل عندنا أسباب في النهاية بعد ما حنتكلم في الأسباب وبعد كل شيء الفشل حدث فنياً مع منتخبنا الوطني وبالتالي خرجنا من دور التمانية من منتخب جنوب إفريقيا هو ده خلال شهر شفنا الفرق ما بين النجاح والفشل أنا من دور الستاشر كمان عليش أنا مش مسد أصلي فهو ده الفرق ما بين النجاح والفشل لكن إذا كنا بقى عايزين نتكلم على المستقبل كيف سيكون المستقبل خلال الفترة القادمة بالنسبة لمنتخبنا الوطني أسماء كثيرة جداً جداً خلال اليوم من ثلاثة اللي فاتوا الوزير قاعد مع فلان ومش عارف مين قاعد مع فلان وكذا 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 حتى الوزير نفسه طلع عليك يا جماعة أنا لست مخولاً أن أعود مع أي مدير فني أو أي شيء هناك مدير تنفيذي هو اللي بيسير أمور الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتالي هو اللي بيختار الجهاز الفني ويجب أن يكون هناك اختيار للجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة اللي جاية يعني طيب دايماً بعد كل إخفاق